السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته تعبر اليوم عن وصف رحلة رحلة اثرية الى سوريا في العطلة الماضية قمت برحلة الى سوريا مع عائلتي كانت رحلة ممتعة ومفيدة حيث تعرفت على الكثير من العثار والتاريخ السوري وقدم ووظفت هنا عنصر زمان المكان والشخصيات وزمان العطلة الماضية المكان سوريا الشخصيات العائلة العرض هنا حس رد الرحلة بدأت رحلتي من مدينة دمشق التي استمتعت فيها بزيارة الجامعة الأمو الكبير والسوق القديم والمتحف الوطني وكانت دمشق مدينة حية وجميلة وأحببت أجواءها ونساها ثم ذهبت إلى مدينة حلب التي شهدت على تاريخ طويل وعريق زرت قلعة حلب الشاميخة والجامعة الأمو القديم والخانات التاريخية كانت حلب مدينة أثرية بالفن والثقافة قام معجبت بصناعاتها الحرفية وبعد ذلك سفرت إلى مدينة بصرة التي كانت عاصمة للرومان في المشرق رأيت المدرج الروماني المحفوظ بشكل مدهش والمسجد القديم الذي يعود للقرن السابع الميلادي كانت بصرة مدينة فريدة بآثارها المختلطة وأخيرا زرت مدينة تدمر التي كانت عروس الصحراء شهدت أثار تدمر رائعة مثل قصر الزنوبية والعمدة المنحوطة والمعابد الضخمة خاتمة إبدا رأي في الرحلة انتهت رحلتي بذكريات جميلة ومعلومات قيمة نصحت كمان بالزيارة السورية وانصحت جميع بالزيارة السورية وليس انتعبها الثارية وطبيعتها وشعبها إنها حقا مدينة سحرة بجمالها ورونقها اشتركوا في القناة شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا